بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بحمد الله وفضله لازلنا على مائدة مولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه هذه المائدة السخية الكريمة من نمير علومه وأضواء على رسالته لحارث ابن عبد الله الهمداني رسالة رقم 69 وصلنا أيها الأحباء إلى هنا من جملة المواعظ المهمة التي أمير المؤمنين رحله الفداء ركز عليها مرارا في هذه الرسالة لحارث هو حديثه و ذكره للموت لا بل الاكثار من ذكر الموت قال وأكثر ذكر الموت الإنسان بينه وبين الآخر لحظة واحدة لحظة واحدة إنا لله و إنا إليه راجعون القرآن الكريم يبين هذا المعنى في عشرات من الآيات كل من عليها فان لا يبقى أحد على وجه هذه المعمورة و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام و الدنيا مزرع للآخرة على كل حال الإنسان يجب عليه أن يرحل يوما من هذه الدنيا للإمام الصادق عليه السلام ذكرناه قبل حلقتين يقول هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة عليك أن تستذكرها في كل يوم و حبذا تكتب هذه الرواية و تعلقها في غرفتك و تنظر إليها دائما من جملة تلك الصفات فناء الدنيا و تصرف الأحوال و الآفات التي لا أمان منها شوفوا أربع الله عز وجل أعطاهم الملك أعطاهم الملك العظيم ملكهم الدنيا بما فيها اثنان من المؤمنين اثنان من الكافرين من المؤمنين سليمان النبي على نبينا و آله و عليه الصلاة و السلام من المؤمنين ذو القرنين الله ملكه و أعطاه قدرة عظيمة من الكافرين نمرود من الكافرين بخت النصر هكذا وردت في الروايات أعطاهم الملك أعطاهم القدرة أعطاهم القوة من المؤمنين و غيرهم أين ذهبوا؟ أين ملك سليمان؟ أين ملك ذو القرنين؟ أين ملك نمرود؟ أين ملك بخت الناصر؟ أين ذهبت أموالهم؟ أين ذهبت ملكهم؟ و ما كانوا يتملكونها في الحياة الدنيا؟ كل من عليها فان الإنسان هكذا يعيش في الحياة الدنيا؟ و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ و ما تدري نفس بأي أرض تموت؟ اسمعوا هذه العبرة الجميلة يوم من الأيام هارون العباسي رأى بهلول هذا الحكيم فرآه ينظر إلى السماء يبتسم ثم ينظر إلى الأرض يبكي ثم ينظر عن يمينه يبتسم ثم ينظر عن شماله يبكي قال أجننت يا بهلول فتبسم بهلول فسأله هارون قال لم تنظر إلى السماء وأنت تبتسم على أي أساس؟ قال أنظر إلى السماء أتذكر قوله تعالى و في السماء رزقكم و ما توعدون خلاص أعرف أن رزقي بيد الله عز وجل ما أكون بعد أنا حريصا على الدنيا و ما فيها الإمام السجاد في دعاء مكارم الأخلاق في دعائه نعم رقم ثماني في الصحيفة السجادية تعوذ بالله عز وجل من أربعة وأربعين مرض روحي خطير اللهم إني أعوض بك من الحرص و شكاسة الخلق و هيجان الحرص قال أنظر إلى السماء أتذكر قوله تعالى و في السماء رزقكم و ما توعدون أنظر إلى الأرض أبكي لماذا لأن أتذكر قوله تعالى منها خلقناكم و فيها نعيدكم إحنا يوم من الأيام رحنا نغادر الدنيا كل هاي الأمور الاعتبارية الثيابة التي فيها الاعتبار ما يملكها الإنسان من الاعتباريات في الدنيا يوم من الأيام سأتركها هنا وأرحل إلى ربي لكن هنيئا لمن ملأ يده بالخيرات و الحسنات قال أنظر عن يميني أتذكر قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فأبتسم أنظر عن شمالي أتذكر قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هذه حياة الإنسان في الدنيا و ما بعد الدنيا علينا أن نعتبر منها و الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة